اشتركوا في القناة وسعادة السيدة علي بن حسين العصفور محافظة المحافظة الشمالية وعدد من اهل المحافظات وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك في اطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات البحرين الكرام في هذا الشهر الفضيل بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات والأبناء من محافظات مملكتنا الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوجه لكم بأجمل التحيات من خلال هذا الاتصال المرئي ونبارك لكم ولكل أهل البحرين مناسبة شهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر من ونحمد الله حمدا كثيرا على نعمة وفضل هذا الشهر العامر بفرصة العظيمة في العطاء والبذل والاجتهاد داعينا الله عز وجل أن يعيده على وطننا العزيز وأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليوم والبركات وأنه لمن دواعي السرور أن نتواصل معكم في هذه الأيام المباركة جريا على عادتنا التي نعتز بها خلال الشهر الفضيل والتي نحرص معكم على إحيائها واستمرارها كسمة من سمات مجتمعنا المعروف بشيء من المودة الصادقة وبنهجها المتوارث في تجسيد القيم النبيلة لديننا الحنيف الساعية لخير البشرية ولقد أسعدتنا تهاني أهل البحرين الكرام بمناسبة شهر رمضان مقدرين وشاكرين لهم ابقاء الوصل الطيب كعادة من عوائدنا الأصيلة خلال موسم الخير مهما صعبت غروف اللقاء وكلنا أمل أن تعود لقاءاتنا كما العهد بها بأمر من الله وتوفيقه وختاما وفي هذه الليالي المباركة التي نتحرى فيها فضل الله ورضوانه فأننا نبتهل إليه بأن يصرف عنا هذا الوباء ويعجل من الشفاء ويرحم أمواتنا ويسكنهم فسيح الجنان وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل سوء إنه سميعا مجيب وكل عاما وأنتم بخير ورفعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بإلقاء كلمة في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم في هذه الأيام المباركة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية أن أرفع اسم آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك عاد الله عز وجل على جلالتكم وعلى بلادنا العزيزة مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات سيدي صاحب الجلالة يشرفنا في هذه المناسبة أن نعبر لجلالتكم حفظكم الله عن خالص الولاء والانتماء وأن جميع أهالي المحافظة الجنوبية هم جنودكم المخلصين فكلنا نبذل الغالي والنفيس من أجل خدمة هذا الوطن العزيز في العهد الزاهر الميمون لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم سيدي أن هذا اللقاء المبارك أعظم شرف ومحل اعتزاز وفخر لأهالي المحافظة الجنوبية الكرام إذ تعتبر توجيهات جلالتكم ورعاكم نبراس العمل وأساس التنمية فالتواصل نهجاً راصخ تعلمناه من جلالتكم وقد حرسنا على تنفيذ توجيهات جلالتكم السديدة بالتواصل الدائم مع الأهالي والمواطنين كما نعاهدكم بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين فالمحافظة مستمرة في الزيارات الميدانية للإشراف والوقوف على أهم الاحتياجات بجميع المجالات وبمختلف مناطق المحافظة الجنوبية في سبيل الرفعة والتقدم والنماء سيدي حضرة صاحب الجلالة بفضل توجيهات جلالتكم السديدة ورؤية ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد نائب القاعد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه تشهد المحافظة الجنوبية العديد من المكتسبات والمشروعات التنموية التي تعكس ما تحظى به المحافظة الجنوبية من تطور عمراني وتنمية مستدامة في ظل ما تزخر به المحافظة من أرث تاريخي وعمق وطني بارز وإذ نؤكد لجلالتكم حرصنا على استمرار تحقيق المزيد من النمو في المجال الأمني والاجتماعي والتنموي سيدي وإذ نشيد ببالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة للتصدي لفايروس كورونا وما حققته مملكة البحرين من إنجازات وما تقوم به الصفوف الأمامية والكوادر الطبية من عطاءات بالغة الأثر في مكافحة جائحة كورونا وإن المحافظة الجنوبية بفضل توجيهاتكم متواصلة في اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مثمنين في الوقت ذاته ما تقوم به الجهات الحكومية من جهود واجراءات بتعاون وتنسيق مشترك هذا وقد تشرفت المحافظة الجنوبية بالمشاركة والمساهمة في حملة في النخير التي أطلقها السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تلك المبادرة التي سطرت أروع الأمثلة في التلاحم والمشاركة والبذلي والعطاء وذلك من خلال مشاركة رجال الأمن ومد جسور التعاون والشراكة ودعم الأنشطة والمبادرات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة الجنوبية كما ساهمت المحافظة في تنظيم المبادرات والبرامج الرامية لتعزيز التدابير الوقائية من خلال إقامة سلسلة من الحملات وإذ تحرص المحافظة على ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وتكريس الثوابت الوطنية وتعزيز الانتماء مع مختلف الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بدعم من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشي بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتعزيز سبل السلامة بين كافة أفراد المجتمع بمختلف مناطق المحافظة الجنوبية سيدي حضرة صاحب الجلالة يشرفني نيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية أن أتقدم لمقام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا اللقاء المبارك الذي تشرفت به المحافظة الجنوبية والذين يدينون بالولاء والإخلاص ويتشرفون بتهنئة جلالتكم بمناسبة بخول العشر الأواخر وقرب حلول عيد الفطر من رفاع العز إلى جنوبية الأصالة والتاريخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود على جلالتكم حفظكم الله بالخير واليمن والبركات وعلى بلادنا العزيزة مملكة البحرين بدوام الأمن والرخاء والازدهار أدامكم الله ذخراً وسنداً وحفظكم الله يا سيدي ودمتم بعون الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً شكراً أرك الله فيك ويتشرف الآن سعادة السيد سلمان بن هندي محافظ محافظة المحرق بإلقاء كلمة في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم يا صاحب الجلالة أن أقف بين يدي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في هذه الليلة المباركة من ليالي من أهر رمضان المبارك بمعية أهالي المحرق المهنئين ومباركين لجلالتكم هذا الشهر الفضيل سائلين المولى عز وجل أن يعيده على جلالتكم وأنتم ترفلون بأثواب العزة والكرامة كما أحمل لجلالتكم من أهل المحرق أم المدن والمدرسة الوطنية شكرهم وامتنانهم ووافر تقديرهم لجلالتكم وللحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حيث ترجمت الحكومة الموقرة توجهات جلالتكم واهتمامكم بأهل البحرين كافة وشمل ذلك الاهتمام المقيمين والزائرين للمملكة العزيزة حتى باتت البحرين مضرباً للأمثال في ظل هذه الجائحة وبات النجاح واقعاً تشهد عليه جميع دول العالم وتحية حب وإجلال للأنجال الكرام لما قدموه لأبناء وطنهم في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والإنسانية مولاي صاحب الجلالة إننا في عهد الخير والرخاء وإنسانية جلالتكم تسمو وتصفح عن المخطئين لتأتي مأكرمة جلالتكم بتطبيق العقوبات البديلة وتخفيق الأحكام عن المدانين في الكثير من القضايا شاهدة للعالم أجمع كيف أن البحرين تنعم بمليك قادر فيعفو ويصفح ويقدم الحب لأبناء شعبه العزيز إننا يا مولاي نباهي دونيا ونشيد بكل ما تحقق في عهدكم الزار من إنجازات عظيمة على أرض مملكتنا الغالية في جميع المحافظات من مشاريع إسكانية وصروح تعليمية ومرافق صحية ومدن جديدة ومشاريع حيوية قادمة بإذن الله لمدن وقرى محافظة المحرق للاعتقاء إلى الحياة الكريمة التي وعدتمون بها جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مولاي صاحب الجلالة إننا وفي هذه الليالي العظيمة من الشهر العظيم نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم فداء لدينهم ووطنهم ومليكهم مولاي صاحب الجلالة لا أملك إلا أن أتضرع إلى المول عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يبارك جهودكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية ولبلادنا العزيزة الأمنة والأمان والمائر بلاد المسلمين وكل عام والبحرين العزيزة بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكراً شكراً أرك الله فيك سيدي صاحب الجلالة يتشرف الآن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بإلقاء كلمته بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي حضرة صاحب الجلالة بسمي وبسم أهالي محافظة العاصمة أرفعوا إلى مقام جلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر أعاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعب مملكة البحرين الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات سيدي حضرة صاحب الجلالة إن أهالي محافظة العاصمة يرفعون أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالتكم على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لهم للتشرف بلقاء جلالتكم رقم ظروف الجائحة والتي لم تحل دون اللقاء السنوي الذي تخفو له القلوب في الشهر الفضيل والذي يعد سنة حميدة توارث تموها أبا عن جد تترجم الحب والوفاء المتبادل بين القائد وشعبه وسعدني يا صاحب الجلالة أن أنقلوا إلى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم الأمانة التي حملنا إياها الصيادون البحرينيون فردا فردا بالتحية والسلام على جلالتكم وأن نبلغكم عظيم شكرهم وبالق امتنانهم على ما تفضلتم به من مكرمة سامية أثلجت بها صدورهم وفرحت أسرهم وفرجت مكربتهم بعدما تعرضوا له من قطع الأرزاق وحبث ومصادرة للقوارب ومنعهم من الإبحار في الحدود البحرينية القطرية وهي بادرة ليست بقريبة على جلالتكم فقد أهدناكم دوما يا سيدي سندا وذخرا لشعبكم وفي مختلف الظروف مقدرين عاليا توجيهات جلالتكم أيدكم الله والتي تصب دائما وأبدا في ازدهار الوطن والعيش الكريم للمواطن مشيدين بحرص ومتابعة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كل ما شأنه رفعة شأن الوطن والارتقاء بالمواطن سيدي حضرة صاحب الجلالة ونحن نعيش هذه الأيام المباركة والزاهرة في ظل قيادتكم الحكيمة لا يسعني إلا أن نشيد بتوجيهات جلالتكم الحكيمة التي ترجمتها حكومتكم الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واقع ملموس مستحضرين في هذه اللحظات التاريخية كيفية تصدي البحرين لجائحة كورونا كوفيد 19 بشكل استباقي حاز على إشادة منظمة الصحة العالمية وقيرها من المنظمات العالمية حيث كانت مملكة البحرين سباقة إلى إجراءات الكشف والعلاج المجاني للجميع والتخفيف من أضرار وتداعيات الجائحة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبطرح الحزمة المالية التي بلقت في مجملها 4.5 مليار دينار والنظرة الإنسانية في التعامل مع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بتوزيع السلال القذائية على المحتاجين عبر حملة فينا خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتوفير اللقاحات المجانية بمختلف أنواعها للمواطنين والمقيمين على حج بن سواء وما أشعر الجميع بالثقة والطمأنينة لتجسد هذه الجهود الصورة التي عرفت عنها البحرين من تعايش وتآخن بين مختلف الأعراق والأديان والأجناس سيدي حضر الصاحب الجلالة إن أهالي العاصمة ليجدون في هذا اللقاء الميمون فرصة للتعبير عن الولاء وتجديد للبيعة مؤكدين لجلالتكم إنهم على العهد يبالدلونك الحب والولاء والإخلاص والطاعة مجددين التأييد الكامل والدائم الأكيد لمشروع جلالتكم الإصلاحي الذي جس يدامعان الترابط واللحمة والتآخي ورسخ معنا المشاركة في القرار وادماج الجميع في عملية التنمية وفي الختام ونحن في العشر الأهواخر المباركة من الشهر الفضيل نسأل المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم حفظكم الله ورعاكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ويحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة وأن يتقبل صيامكم وطاعتكم ودعائكم مبتهلين إلى الله أن يحفظ البحرين وأن يزيلوا عنها وعن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع هذا الوباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا أرك الله فيك ويتشرف الآن سعادة السيد علي عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بإلقاء كلمته في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي بداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المحافظة الشمالية أن أرفع لمقام جلالتكم حفظكم الله تحية إجلال وإكبار وولاء مقرونة بالتهاني والتبريكات بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان موصولة بالدعاء بأن يدفع عنا وعن البشرة جمعا هذا الوباء برحمته الواسعة سائلين الله العلي القدير أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه ويجعلنا فيه من عتقائه وكما عودتمونا يا صاحب الجلالة مع طلالة كل شهر رمضان من كل عام أن نحظى بشرف لقائكم الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات القائد بكافة أطياف شعبه من أجل الصالح العام وتوطيد علاقة الأب بأبنائه ويعكس ما تتحلون به من أخلاق رفيعة وسيرة عطرة توارثتموها عن آبائكم وأجدادكم الكرام تجسد مدى أصالة عادات وتقاليد حكام الخليفة في هذا الوطن العزيز سيدي حفظكم الله لقد أضحت مملكة البحرين بتوجيهات جلالتكم وحكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس والزراء حفظه الله ورعاه مثالا عالميا يحتذا به في العدالة الصحية والمساواة في حقوق الإنسان في إدارة هذه الأزمة لإحكام السيطرة على هذه الجائحة وذلك بفضل منظومة الصحية والسياسات الحكيمة لجلالتكم والتي جسدتم فيها مظهرا بارزا للإنسانية والرحمة بين شعوب الأرض قاطبة ومثالا عالميا في تبني القيم الرفيعة وتحمل المسؤولة القيادية لضمان سلامة وصحة البشر من دون تمييز بين المواطنين والمقيمين إعلاء للتعايش والمحبة والسلام على أرض مملكة البحرين الحبيبة سيدي حفظكم الله إن المحافظة الشمالية لم تألو جهدا بتوجيهات معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية المؤقر والذي أصبح لنا نبراسا في العمل الوطني لإدارة الأزمة بكل مهنية واقتدار في تحويل التحديات إلى فرص لترسيخ قيم الانتماء والولاء وتقوية الجبهة الداخلية وبتوجيهات كريمة من معاليه كانت ولا زالت المحافظة الشمالية داعمة لبرنامج العمل الحكومي للمحافظة على مكتسبات الوطن لتعزيز الأمن والاستقرار من أجل أن يضل المواطن هو الثروة الحقيقية ومحور التنمية وغايتها الأساسية سيدي حفظكم الله جعلت المحافظة الشمالية من شعارها يدا بيد لنهزم جائحة كورونا مظلة جامعة لكل برامجها ومشاريعها ضمن فريق البحرين باعتماد عالي مدينة صحية وتوزيع السلال على الأسر المتعففة ضمن حملة فينا خير والحد من اكتظاظ العمالة في السكن الجماعي المشترك ومساندة الحملة الوطنية للتطعيم لتحقيق المأمونية وصولا للمناعة الجماعية بإذن الله ومن هنا نسجل تحية فخر واعتزاز لكل العاملين في الصفوف الأمامية والذين يضحون بحياتهم بالغالي والنفيس من أجل البحرين في ظل عهدكم الزاهر وفي الختام نعاهد جلالتكم بأننا على العهد حافظين وعلى نهج جلالتكم الإصلاحي سائري وبتوجيهات جلالتكم راعين وعلى قسم الإخلاص للوطن والجلالتكم لإنفاذ القانون ثابتين والله يحفظكم ويرعاكم وعلى طريق الحق يسدد خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أرجو أن تنقلوا لصغيركم وكبيركم في المحافظات كلها محبتي وتغديري على كل ما يقومون به من إخلاص لأسرهم وإخلاص لوطنهم وإخلاص لأمتهم وإن شاء الله على كل حال لنا لقاءات أخرى كالعادة بإذن الله غريبة شكرا وكل عام أنتم خير من جانبهم رفع أهل المحافظات خالص التهنئة والتبريك وأطيب الأمنيات إلى حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل ضارعين إلى المولى علي القدير أن يعيد هذه الأيام الكريمة والليالي المباركة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وطول العمر وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة النماء وتطور لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه في مزيد من التقدم والازدهار معربين عن سعادتهم بلقاء جلالة الملك المفدة وعميق شكرهم وامتنانهم لما يليه جلالته من اهتمام ورعاية بمصالح وقضايا المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم على كافة المستويات وما تشهده محافظات المملكة من مشروعات تنموية وإسكانية وتطويرية كبيرة بفضل توجيهة جلالته السامية الكريمة وقد باد لهم جلالة العهل المفدة التهنئة بهذه المناسبة الجليلة شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة وتمنياتهم الطيبة سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على أهل البحرين جميعا بالخير والأمن والأمان